عبر الهاتف الدكتور رائد ناجي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي دكتور ناجي مساء الخير مرحبا بك مساء النور طيب عندما يقول بوتين بأن بلاده مستعدة لاستعمال كل الردود كل الأسلحة وأنه لا يمزح في هذا الأمر ما الذي يمكن فهمه؟ طبعا هنا يعني الموضوع في موضوع الخطاب الرئيس الروسي طبعا فيه عدة متغيرات وفيه عدة جوانب أيضا وعدة أمور وزوايا يمكن أن نظر إليها النظرة الأولى أن هنا رفع الجهوزية يعني من الناحية العسكرية والجيو استراتيجية هو نفع رفع الجهوزية من مرحلة العمليات الخاصة إلى عملية حرب بمعنى آخر سعى النظام الحرب وعتبر أنه هناك دفاع عن بصالح البلاد وعن وحدة التراب الروسية فبالتالي انتقل من مرحلة إلى مرحلة فبالتالي أعتقد أنه هذه من أحد الأوراق التي يملكها بوتين فبالتالي الانتقال من مرحلة إلى مرحلة ربما هو مرحلة أخرى لمرحلة الحرب هذا قد تكون مرحلة حرب عالمية أو على الأقل مرحلة تحفظ لروسيا كرامتها في وجه الغرب من النحية الاقتصادية أيضا أعتقد القرار جاء في وقت يعني جاءت عقوبات جديدة على روسيا وعلى تصدير النفط الروسي في تفقيف سعر النفط المستورد من روسيا لكن اليوم بعد هذا القرار يرتفع إلى معدلات كبيرة يعني ويعيد انتعاش النفط فبالتالي تصبح البترول يرتفع بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت يهبط سعر اليورو لمستوى هذا اليوم نتيجة هذه التداعيات أو نتيجة هذا خطاب التعبئة الزاوية الأخرى وهي المهمة جدا ربما جاء بعد ذهاب بوتين إلى قمة الشنغهاي فبالتالي قمة الشنغهاي ولقاءه بالرئيس الصيني ثم أردوغان ثم رئيس إيران كل هذه مؤشرات إلى أن الخطاب جاء بعد تفكير وبعد نظر من القيادة الروسية ليس كما أتوقع كما يظن يعني الغردود الغربية بأنه فشل ونعم وتراجع في خاركيف يعني أكيد تراجع تراجع القوات الروسية نعم نتيجة الدعم الغربي فهو كما قال وزير خارجية الروسي بأن روسيا لم تقاتل في أوكرانا إنما تقاتل بالغرب مجتمع رأسنا الولايات المتحدة الأمريكية فبالتالي رفع حالة الجوزية إلى حالة حرب معنى ينظر بأنه ستكون هناك في حسن في المعركات هو تحديدا دكتور في استعمال السلاح النووي وإمكانية ذلك هو بوتين يقول أو يتهم الغرب أنه هو من يمارس الإبتزاز النووي طبعا هو القانون الروسي يمكن أن يستخدم النووي في حالتان يعني في حالة أن هناك حرب مدمرة لروسيا أو في حالة استهداف الوجود الروسي فهو لما يرفع الجوزية إلى مرحلة حرب معنى إذا دخلت حرب مع الغرب وصارت هناك حالة تستدعي استخدام النووي لإثبات الوجود الروسي أو عدم اختفاء الوجود الروسي أو تدمير الوجود الروسي فهو طبعا سيستخدم هذا السلاح ولهذا ربما هو انتقل إلى خطوة أخرى من أجل تصعيد مع الغرب حتى يتوقفوا عن دعم أوكرانيا بالتحديد وهو في الوقت لجائلة قضية الاستفداء على بعض المقاطعات في داخل أوكرانيا حتى ينقل حتى المعركة حتى لا تدخل المعركة في داخل الحدود الروسية وتبقى المعركة خارج الحدود الروسية فهذا هو ما يفكر فيه فبالتالي رفع الاحتياط من 300 أل جندي ربما يقولون هناك 30 أكثر من 25 مليون فبالتالي والدلالة بالتعبال الجسية طبعا ليس التعبال الأكلية هذا الدلالة على أنه الآن يدفع بأوراق بأوراقه لن أقول لك الأخيرة وإنما بأوراقه اللي بدأت تنفذ نوعا ما بأوراق حقيقة يجعلها في مرمى المواجهة مع الغرب بشكل واضح جدا إما أن يتراجع الغرب وإما أن تحقق قروسة مصالحة بدأ الغرب دكتور ناجي بدأ الغرب نوعا ما أو كفة عن مد أوكرانيا بالأسلحة التي كانت تطلبها في المدة الأخيرة حتى كان هناك غضب أوكراني من قرار ألماني في هذا الصدد وأمريكي أيضا هل هذا معناه بأن الغرب وصلته رسالة بوتين بأن توقفوا عن مواجهتنا لأننا الآن لا نواجه أوكرانيا بل الغرب بأسلحاته وأقماره الصناعية وابتزازه النووي طبعا هو الغرب الآن دائما السياسة براغماتية فبالتالي الغرب الآن ينظر من المفتحة براغماتية وخاصة أنه على أبواب الشتاء وحتى روسيا على أبواب الشتاء وتدرك صعوبة الضروط والمناخ القاسي في الشتاء في كل من روسيا وأوروبا فبالتالي بوتين يريد أن يتقدم في المعركة بسيئة قبل حلول الشتاء وفي نصف وقت أوروبا تريد أن تستفيد من المفتحة يعني قبل الشتاء لأنه سيوجه أزمة حادة بدليل أنه اليوم الكثير من الدول الأوروبية راجعت موضوع الترفيه ومنحة الترفيه وخدمات الكثيرة في داخل أوروبا بما فيهم صندوق الضمان والشيخوخة يعني تم تخفيض هذه الأمور دلالة على أنه في خوف كبير جدا في داخل أوروبا فبعتقد أنه حتى اليوم نعم وزيلنسك اليوم في خطابه لأحد القنوات الألمانية قال أنه يتمنى على ألمانيا أن تأوت وتدعمه بأسلحة وأمور استخباراتية وغير ذلك نعم هذا الكلام لكن الآن ألمانيا دفعت الفاتورة حتى البعض في تقرير لحد الوكالات الألمانية في الاقتصاد أن بعض المصانح في ألمانيا كادت أن تتوقف حتى أن تتفعت فاتورة الكهرباء وجرت يعني ظروف اقتصادية عكست على ألمانيا سلبا حقيقة وبالتالي أن هذا الاستهداف خاصة إذا ما حدثت أي مناوشات حربية طبعا ستصبح الأمر أكثر سوءا أعتقد أن أوروبا هي التي ستدفع ثمن نيابة عن أمريكا لأن الحرب منقولة إلى أوروبا وللغاية الأوروبية وليس الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي أعتقد أن روسيا الآن ليست لديها ما تخسرها في ظل هذه العقوبات وهذا الحصار ومحاولة تشميع حلف الناتو في مواجهة روسيا فبالتالي لست لديها أوراق ما تخسرها فبالتالي ترمي الآن بكل ثقلها لحصم المعركة إما باتجاهها أم باتجاه تحقيق المصالح الروسية دكتور رايد ناجيا الوسطى الجامعة والمحلل السياسي كنت معا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك عفو البارح كنا نحكينا على روسيا